إلى كاتدرائية مارجورجوس للسريان الأرثوذوكس لمتابعة الصلوات التي تقتصر فقط على رجال الدين محتراب الذي يحصلوا أمامهن وإذا برجلين واقفين بملاكين بثياب براقة حتى أنهن أحنينا رؤوسهن ولم يستطعنا النظر إلى هذين الرجلين إذا برجلين يخاطبان هؤلاء النسوة ويقولان لهن لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام لكنه قام هذه الكلمة التي حيرت العالم هي الإعلان الإلهي عن حقيقة كانت مخفية عن أعين البشر ولكن موجودة في ذهن الرب ومخطط لها منذ أن بدأت هذه الحياة منذ أن خلق الله آدم وحواه ويعرف أنهما سيعصيان الوصية ويسقطان على ويخرجان من فردوس النعيم إلى أرض مليئة بالأشواك والأتعاب والعرق هذه الحقيقة التي ظهرت اليوم لتكشف لنا عن عمل كبير تم يوم الجمعة على الصليب ناقال السيد المسيح قد أكمل وأسلم الروح على الصليب أكمل المسيح عمل الفداء الذي من أجله جاء مات وبموته انتصر على الموت وأعطى حياة للمائتين وأعطانا تلك النصر والغلب على الموت على الصليب انتصر المسيح على الشيطان عدو الإنسان الذي أسقطه في الخطيئة عندما كان في الفردوس على الصليب انتصر المسيح على الخطيئة التي أجرتها موت سببها معصية ونهايتها موت موت روحي أي انفصال عن الله على الصليب تم المسيح عمل الفداء وجاء يوم الأحد ليعلن هذا العمل الإلهي من خلال قيامته من بين الأموات إذن جاءت القيامة لكي تفصح عما حدث يوم الجمعة لكي يعلن عن الانتصار العظيم النسوى جئنا يطلبنا يسوع الناصري المصلوب أما هو فلم يكن في القبر لأنه لا ينتمي إلى القبر لا ينتمي إلى عالم الأموات بل إلى عالم الأحياء بل هو رب الحياة ذهبت النسوى وأخبرنا التلاميذ وهنا طام أكبر عندما لا يصدق التلاميذ خبر القيامة التلاميذ الذين أمضوا شهورا والسنين مع الرب يسوع المسيح يشاهدون معجزاته العظيمة حتى إقامة الأموات لا بل سمعوه مباشرة من فمه إلى أذنيهم إلى آذانهم يقولوا لهم أن ابن الإنسان سيسلم ويعذب ويقتل ويموت ولكنه في اليوم الثالث يقوم نعم سمعوا هذه الكلمات ولما حدثت القيامة تمت كلمة السيد المسيح إذا بهم لا يصدقون حتى قام بطرس وركض إلى القبر لكي يرى فنظر الأكفان موضوعا ويحنى الرسول بدقته المعهودة يصف كيف أن الكفا كان مطويا كان كأنه لم يمس من بشر ومنديل الرأس أيضا ملفوفا وكأن أحد لم يمسه ليظهر أن قيامة الرب هي قيامة خارقة للطبيعة جسده جسد روحي يستطيع أن يدخل العلية والأبواب مغلقة هكذا قام المسيح من بين الأموات في منتصف اليوم ظهر المسيح لآخرين عند الغروب ظهر لتلميذي عماوس وآخيرا ظهر للأحد عشر مساء وهم مجتمعون في العلية والأبواب مغلقة فقال لهم سلام لكم أحبائي قيامة الرب يسوع المسيح جاءت لكي تبشر البشرية بحتمية انتصار الحياة على الموت جاءت لكي تعطي رجاءا لمن ليس له رجاء جاءت لكي تبشر بسلام يسود في الأرض عندما تلتقي قلوب البشر بقلب الله تتحد به وتقبله ملكا وسيدا في حياتها واليوم والعالم يمر بأزمة تلو الأخرى وفي ظل هذه الجايحة التي تمر علينا فتحصد مئات الآلاف من البشر وتطرح الملايين مرضى ما أحوجنا لهذا الرجاء رجاء القيامة ما أتعصنا إن كنا نؤمن فقط بالموت وليس بالقيامة بولس الرسول سمعناه يقول في الرسالة إن كان رجاؤنا في هذه الحياة فقط فنحن أشقى بني البشر إن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم وباطلة كرازتنا قيامة المسيحي والأحباء ملأت قلوب التلاميذ فرحا وسلاما ونحن اليوم بحاجة لأن تمتلئ قلوبنا فرحا وسلاما ورجاءا بأن الله هو سيد حياتنا وبالتالي هو الذي يهتم بنا ويستطيع أن يحمينا نعم نتخذ الإجراءات الواجبة الاحترازات التي نوصى بها لأن لا ينتشر المرض ولكن أملنا ورجاءنا هو بالرب يسوع المسيح بإلهنا الحي القائم بين الأموات بهذا الرجاء نصلي من أجل العالم نصلي من أجل السلام في كل العالم واليوم عيد القيامة هو عيد السلام حيث أن أول كلمة نطق بها الرب لتلاميذه كانت السلام لكم وخدمتنا أيضا في هذا اليوم هي خدمة السلام فنصلي من أجل سلام هذا العالم الذي ابتعد كثيرا عن الله فضرب بدراء قاسية وهو بحاجة لأن يعود فيمتلئ سلاما ومحبة ورجاء ما أحوجنا إلى هذه المفاهيم التي فقدناها ولم نعد نعرف معنى لها ونحن نتحدث عن سلام إلهي لأرضي عن رجاء دائم ثابت لا رجاء صادر عن أمور أرضية نعم نحن نحتاج أن نصلي إلى الرب من أجل سلام هذا العالم من أجل أن تزول هذه الغيمة السوداء الداكن عن عالمنا وأن يعود الإنسان إلى حياته الطبيعية آملين أن نكون قد تعلمنا شيئا أو اثنين من هذه الجائحة التي مرت علينا آملين أن نكون تعلمنا أن رجاءنا هو بالرب فقط واتكالنا هو عليه آملين أن نكون قد تعلمنا أنه ما من قوة أرضية بشرية مهما قوية تستطيع أن تحمل إنسان إن لم يكن الرب هو الحامي إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناءون آملين أن نكون قد تعلمنا أن إنسانيتنا هذه المعذبة متساوية في كل شيء فهذا المرض لا يفرق بين غني وفقير بين كبير وصغير بين قوي وضعيف نحن جميعا ضعفاء نحن جميعا نحتاج قوة القوي الذي هو الله فلنقدم الصلاة والأحباء اليوم من أجل عالمنا نقدم الصلاة من أجل الذين انتقلوا من بيننا بسبب هذا المرض ليرحمهم الله نقدم الصلاة من أجل الذين سقطوا مرضى ليشفيهم الرب ومن أجل الصحاء أن لا يمردوا وهكذا نتحد كلنا في مشارق الأرض ومغاربها بالصلاة من أجل عالمنا هذا الذي أعطاه الله لنا لنعيش فيه لا لنموت فيه لنعيش حياة فاضلة حياة روحية مصدرها الله وعودتنا إلى الله نصلي من أجلكم أيها الأحباء الذين تتابعوننا اليوم من خلال قناة سوبورو تيفي والأقنية الأخرى الأعلامية التي معنا التي نشكرها على نقلها هذا القداس لكي يقويكم الرب ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية ونستذكر معنا أحبائي ذكرى مؤلمة تمر علينا بعد ثلاثة أيام في الثاني والعشر من هذا الشهر ويا ذكرى اختطاف مطراني حلب الجليلين مارغ ريغوريس يحن إبراهيم وبغل السيازجي الذين اختطفتهما أيدي الغدر والإرهاد والظلام في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفل بعيد الحياة عيد النور عيد السلام عيد الإخلاص والمحبة عيد القيامة نصلي من أجل المطرانين الجليلين لكي يكون الله معهما يخفف عن كربتهما أن يعيدهما إلينا إن كانا في هذه الحياة ونحن هذا ما نصلي من أجله ونتمنى فنفرح بهما وتفرحوا كنيستهما وأبرشيتهما بعودتهما سالمين وأطلب منكم جميعا أن تخصصوا صلواتكم يوم الأربعاء القادم الثاني والعشرين من هذا الشهر من أجل سيدنا بولوس وسيدنا يحنى والله دائما يسمع ويجيب صلوات المؤمنين أنتهز وفرصة أحبائي ومن هذه الكادرائية كادرائية مارجرجس البطر ياركية في دمشق دمشق المدينة القديمة التي ما زالت تشهد للرب ترتفع منها الصلوات من كل المؤمنين من كل الأديان والطوائف من هنا أهنئ جميعكم بهذا العيد المبارك عيد قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات وأطلب منه تعالى أن يجعلها أيام خير وبركة على جميعكم كما أهنئ وأحبائنا أبناء سوريا من مسلمين ومسيحيين بهذا العيد المبارك حيث اعتدنا أن نحتفل معاً بأعيادنا فكل مننا يعبد الله بطريقته ويتفق على محبة الوطن العزيز سوريا الذي يتعافى شيئاً فشيئاً من هذه الحرب الكونية التي شنت عليه فينطفض من حالة الحرب والدمار ليعيد بناء هذا الوطن العزيز علينا جميعاً من هنا أعيد أمهات الشهداء اللواتي فقدنا أبناء عزاء شهداء العسكريين والمدنيين كما أعيد أبطالنا أفراد الجيش والقوات المسلحة والقوى الرديفة التي تقف معاً من أجل الدفاع عن وطننا العزيز أعيد حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها رئيسنا المحبوب الدكتور بشار الأسد هذه الحكومة هذه القيادة السياسية والمدنية والعسكرية التي أظهرت مرة أخرى في تعاملها مع هذا الفيروس كورونا أنها تهتم بأبنائها وبسبب هذا الاهتمام نرى أعداداً قليلاً من الإصابات وإن شاء الله الجميع إلى الشفاء وننتهزها فرصة لنوصي مرة أخرى أبناء سوريا وأبناء كل العالم بالالتزام بالإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية لأنها من أجل خيرنا حتى يخف هذا المرض ويتلاشى بإذنه تعالى بتحية القيامة مرة أخرى أحييكم أحباي فقول المسيح قام أحدث شكرا للمشاهدة السيريك والمشاركة من العالم الذين يتبعون المشاهدة المساعدة من النبي والسلام اليوم من المساعدة المساعدة في العالم لكم نشألنا المشاهدة ومشاهدة على هذا جميل ومشاهدة كما نتبع المرحلة الرسالة والسلام علينا نتبعكم كلنا لنطلبكم لنطلبكم على المرحلة العالم لن تبعين اتفاقين ونطلبكم على المساعدات التي تطلبون من المقرارات الوصول على نفسنا نعم، كان لنا عام عام عزيزي حيث كان محرًا في إسراء وليس من المعارضة نحن بنا في المجلس لنا نحن نشعر المطلوبة لحظة الناس 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 والناس نحن 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 نقل مع ذلك ولكن هذه السنة نحن نعلم ما يعني أن نكون بسيطة، ما يعني أن نكون بسيطة، أن نكون بسيطة. ونحن نشعر الله لكل الوحيد.